السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم فيديو اليوم سوف نتكلم فيه عن طريقة رائعة هي طريقة لتفتيح البشرة المرهقة والشاحبة والتعبانة والبشرة التي بها شحوب فهذه الوصفة إن شاء الله سهلة التحضير وكذلك سهلة حتى في المكونات وتطبق في أسرع وقت وفي نفس الوقت كما عودتكم دائما لا تكلفكم أي شيء والآن نمر على بركة الله في تحضير الوصفة أول شيء نأخذ في هذه الوصفة ما يعادل ملعقة من النشاء أو نشاء الدراء أو ما يسمى كذلك بالميزنة بهذا الشكل وسوف نحتاج كذلك إلى ملعقة من الزبادي أي الياغورت أو ملعقتين من الزبادي أي الياغورت الطبيعي وما يسمى كذلك بالروب يعني طبيعي بدون سكر وبدون نكهة وبعد ذلك نقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض جيدا بهذا الشكل أي حتى يمتزج جيدا أي حتى نحصل على شبه كريم متماسك فمن فوائد خلط هذه المكونات مع بعضها البعض فهي تكون سهلة في فردها على البشرة فهذه الوصفة صالحة لجميع أنواع البشرة يعني حتى البشرة الحساسة كذلك لأنها لا تسبب أي حساسية أو شحوب وصفة اليوم هي ممكن استخدامها بطريقة آمنة جدا فكل ما عليكم هو غسل البشرة جيدا بالماء الدافئ والصابون لإزالة الزيوت أو أي كريم موجود على البشرة يعني بعد ذلك نقوم بتجفيفها جيدا ثم نقوم بأخذ هذه الوصفة ونطبقها على الوجه والعنق هنا دائما أنصحكم عندما تريدون تطبيق أي وصفة لتبييد الوجه فضروري تطبيقها على الوجه والعنق لكي نحصل دائما على لون موحد بين لون بشرة الوجه والعنق ثم نترك هذه الوصفة على البشرة حتى تجف لمدة نصف ساعة تقريبا بعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد بآخر شيء وهو الماء البارد وذلك لشد البشرة ويستحسن أيضا في الأخير تمرير مكعبات من التلج عليها أو كذلك ماء الورد أو منقوع البابونش كذلك ونتركها حتى تجف يعني حتى تتشرب لنا البشرة ماء الورد أو مغلل بابونش ثم في الأخير ضروري ضروري جدا ترطيب البشرة يعني كيف مكان نوع البشرة فضروري لها أن يكون ترطيب للبشرة بمرطب أو زيت للحفاظ دائما على مرونة الجلد وكذلك عمل واقي الشمس قبل الخروج أو التعرض لأشعة الشمس فهذه الوصفة هي مبيدة وتفتح البشرة ومن خلال أسبوع على المدومة عليها أي في ضرف سبعة أيام على الاستمرارية من تطبيق هذه الوصفة سوف تلاحظون الفرق الكبير جدا والنتيجة المرغوبة إذن كانت هذه هي وصفتنا لليوم سهلة وبسيطة وبمكونين فقط كما عودتكم دائما وصفتي هي بمكونات جد سهلة وبسيطة لكنها فعالة وتعطي نتائج جد مرضية إذن أتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم وشكرا لكم دائما على حسن المتابعة وكذلك على تعليقاتكم الجميلة دائما ولا تنسوا أحبائي إذا كنتم أول مرة تزورون قناتي أن تشتركوا في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي يسلكم جديد فيديوهاتنا فور نزولها وشكرا لكم دائما نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله